في محل تصفيف الشعر الواقع في إحدى ضواحي القاهرة الرقية حلت لفائف الشعر محل المكواه التي تستخدم لفرد التجاعيد للحفاظ على شكل الشعر المجعد أو المموج وعلى مدى عقود لجأ ملايين المصريين إلى فرد شعورهم لتصبح ملساء ليتوافقوا مع معايير الجمال الغربية إلا أن مشهد الشعر المجعد واللولبي والمموج بات حاضرا على الدوام في شوارع القاهرة وعلى لوحات الإعلانات التي تملأ المحاور الرئيسية في العاصمة المصرية دلوقتي ثقافتنا بدأت تتغير شوية نحن نقبل نفسنا زي ما هو نقبل شعرنا بس زمان كان لأ كان البنت لشكلها حلو لشعرها مفروض ودلوقتي بدأنا نتغير شوية وبدأنا نقبل نفسنا بطبيعتنا أكتر من الأول بكتير وقبل أن تفتتح رولا عامر محلها لتصفيف الشعر كان شعرها المجعد الكثيف يسبب لها مشاكل لأنه كان يعتبر مظهرا لا يتناسب مع العديد من الوظائف وغير مهني الشركات بتاعت الكوزماتيكس والحاجات دي هي بتعمل ستاندرد لشكل الحل والناس بتصدقوا بسبب الميديا بسبب تأثير عليهم بشكل غير مباشر الناس بتصدق أنه هو ده الشكل الحل ويبتدوا مش حابين نفسهم وعايزين يغيروا وأهلينة ربوا على كده وربونا كده بساعات برضو بيجيلي هزار تريقة أن أنا بهتم بشعري وأنا ولد أو شاب يعني بس يعني إيه دون كير يعني إشي حلو أن أنت يبقى مهتم بمظهرك وبينج كيرلي حدي زين آسد وبعدما كانت تنشر مريم أشرف مقاطع فيديو قصيرة عن الأناية بالشعر المجاعد على إنستجرام لمجرد التسلية وصل عدد متابعيها اليوم إلى أكثر من تسعين ألفاً القانتنت بتاعي عموماً أنا بساعد البنات اللي هم يعرفوا أكثر شعرهم الطبيعي اللي هم يفهموا شعرهم الطبيعي اللي هم يحبوا شعرهم الطبيعي فبعمل مثلاً زي فيديوز زي مثلاً نخلي بالنا زي نهتم به زي نقدر نتعامل معه ولكن الاعتناء بالشعر المجاعد ليس متاحاً للجميع ففي حين يبلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة المصرية ستة آلاف جنيه أي أكثر قليلاً من ثلاثمائة دولار يصل سعر القصة لدى كيرلي ستوديو إلى ستمائة جنيه إضافة إلى الكلفة الكبيرة للمنتجات اللازمة للعناية بالشعر ترجمة نانسي قنقر